اشتركوا في القناة تصفيات افريقيا كمان الامور المشتعلة يمكن في بعض الفرق نقدر نقول انها عندها جزء كبير من الثقة جزء كبير من الراحة انها بتفوز بشكل كويس كان فيه مباراتين مبارح تموا والنهاردة فيه يمكن 8 مباريات بتقام في الجولة التالتة من دور المجموعات بالنسبة للتصفيات الافريقية اللي يهمنا اكيد في الموضوع منتخب مصر شايف مبارات منتخب مصر امام المنتخب الليبي بكرة شكلها زي يعني بكل تأكيد لا حديثة يعلو على مبارات مصر وليبيا مباراة قوية طبعا دعواتنا للمنتخب مصري ان شاء الله نفوز بكرة مباراة قوية لا بديل عن الفوز لابد من السيطرة اللي انا شايف ان مستر كيروش زرع ثقة فيه خلينا انا وانت قبل منتكلم لان برضو فيه حاجات كتيرة جدا نتكلم على منتخبنا وكيروش المدير الفني الجديد دي طبعا نتائج مباريات تلاعبت لغاية دلوقتي في التصفيات السودان اتعدلت واحد واحد مع غينيا المغرب فازت خمسة سفر على غينيا على غينيا بيساو الكونغو الفوز اثنين سفر على مدغشكر ليبريا باتن هزم من الرأس الاخدر اثنين واحد تنزانيا هزيمة واحد سفر امام بينين المفاجأة بالنوجة نظري هو خسارة المنتخب اي نيجيري امام جمهورية افريقيا الوسطى واحد سفر غينيا الاستوائية بتفوز اثنين سفر على زنبيا رواندا بتنهزم امام اوغندا واحد سفر يعني مباريات طبعا في ماتشين دل هيتلعبوا دلوقتي مالي امام كينيا وتونس امام موريتانيا ده بيتلعبوا دلوقتي محمد اعتقد اه حوف عندنا دكتين النتيجة الاولى فوز المنتخب المغربي خمسة سفر منتخب المغربي يعتبر من اقوى اقوى منتخبات على مستوى افريقيا سحيح الجزء الاخر هزيمة المنتخب النيجيري واحد سفر اه دي المفاجأة الوحيدة يعني المفاجأة طبعا في فوز المنتخب المغربي خمسة سفر على غينيا وطبعا يعني انتهانينا للمنتخب المغربي الشقيق طبعا اه المفاجأة نيجيريا وخساراتها دي مفاجأة كبيرة جدا في الترصيات بكل تأكيد اما بقية المباريات يعني كانت بعض النتائج متوقعة وليست حماسية لحد ما اه لسه تقريبا برضو هنشوف منتخب الجزائر ومنتخب تونس صحيح اظهروا بشكل طيب خلينا مع منتخبنا اه يمكن في بعض الناس يمكن طبيعي جدا ويعني كل كل مرحلة فيها اختيارات وكل مرحلة بيكون فيها مدير فني صحيح اه في بعض الانتقادات على الاختيارات في بعض الانتقادات على مستوى اه يعني مباراة حتى الودية اللي تلعبت امام ليبريا اه شايف اختيارات كيروش لمباراة ليبيا اه يعني يعني الى حد ما مقنعة اه مع غياب يعني يعني شريف هو يعني محمد شريف هو المفاجأة في اختيارات او القائمة اللي اختارها مستر كيروش غير كده احنا قلنا كنا نتكلم من على يعني منتخب اسبانيا ومنتخب ايطاليا ومنتخب المانيا واختياراتهم لو رجعنا على منتخب اسبانيا نفس الكلام يعني كان فيه انتقاضات كبيرة جدا في عدم اختيار اه 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 اركي اللي لعبة ريال مدريد ويعني احنا لو بصينا ريال مدريد فيه لعبة كبيرة جدا يعني اسنسو كربخال طبعا هم مصابين ولكن فيه لعبة يعني ممكن نقف عليها زي إبراهيم دياز زي ما وقفنا هنا على محمد شريف وافشة نفس الكلام بالنسبة بالنسبة لي هي يعني اختيار الى حد ما تشكيلة مكنعة مع وجود العناصر اللاعبين المحترفين على رأسهم طبعا محمد صلاح هنتكلم على التشكيلة طبعا بشكل مفصل ولكن يعني نفس الكلام بيظهر شخصية كيروش عنده فكرة عنده فلسفة عايز يبداها بينادي بالسبورت من جميع الشعب المصري والصحفيين والإعلاميين احنا طبعا اكيد بنسبورت مستر كيروش ونتمنى الفوز لمنتخبنا اكيد اكيد طبعا كلنا وراء منتخبنا طبعا بإذن الله لان في اعتقاد الشخصي في مباراة كده محمد تبقى مباراة فاصلة مباراة اعتقاد الشخصي ان شاء الله الفوز على المنتخب الليبي في المباراة بكرة وكمان لازم تعمل نتيجة إيجابية هناك في ليبيا اعتقد حيبقى تقريبا نسبة 70-80% وصلنا للنهائيات المؤهلة لكاس العالم لكن خلينا اتكلم شوية على نقطة مهمة يمكن تكون فعل خير يعني دايما كيروش بيفوز مع كل المنتخبات اللي مسكها في اول مباراة ليه دايما بيكون الفوز هو طريقه يعني حتى كل المنتخبات اللي مسكها في تصفيات كاس العام المؤهلة لكاس العالم واخرة طبعا مع ايران كل اول مباراة بالنسبة له بتكون مباراة فوز هو عنده خبرات كبيرة جدا في ادارة المباراة خصوصا التصفيات كاس العالم صحيح صحيح بيدير المباراة بشكل رائع وفعلا مع كل بداية بيكون فوز وده طبعا يعني خبر وفير رائع وكويس نتمنى ان شاء الله الفوز غدا مباراة ليبيا تكتكيا وفنيا كابتن هاني طبعا هتكون مباراة قوية بكل تأكيد في ليبيا يعني لو احنا نتكلم هو التقدم 12 مركز في التصنيف العالمي لكرة القدم للفيفا في سبتمبر الماضي اصبح الآن اعتقد في المركز 110 وده برضو يعني بيدي دافع كبير لمنتخب ليبيا عندهم سبع محترفين يعني لعيبة كبار جدا اعتقد غدا هيلعب بشكل دفاعي بحث كتولات هيلعب على الهجمة المتحدة لا انا وانت بس نشوف قبل ما يلعب المنتخب الليبي اعتقادك الشخصي ان يمكن في المؤتمر الصحفي كيروش قال انا مش جاي اعمل صورة في القرى المصرية بمعنى ان انا مش عايز اعمل صورة بمعنى ان انا مش هغير كتير وده اللي قال مش هغير كتير في خطة اللعب ولكن كيروش على مستوى المنتخبات وعلى مستوى كل مدرب يبقى ليه طريقة لعب ومحببة هي طريقة بالنسبة له طريقة 4-3-3 هي الطريقة اللي دايما بيشتغل عليها طبعا منتخبنا في الفترات اللي فاته كان بيشتغل 4-2-3-1 هل تفتكر هل كيروش هيغير طريقة اللعب هيلعب 4-3-3 ولا هيستمر 4-2-3-1 ده سؤال هل وجود محمد صلاح يكون ليه تأثير في اختيار التشكيل واختيار طريقة اللعب اللي تخدم بيها المنتخب مصر خاصة الاستفادة الأكبر من قدرات محمد صلاح بكل تأكيد انا اعتقد ان هو ممكن بشكل كبير يلعب بطريقة 4-3-3 وده بيخدم بشكل كبير على طريقة محمد صلاح وده تقريبا هي نفس الطريقة اللي بيلعب بيها كلوب مع ليفربول بالربط ما بين ارنولد ومحمد صلاح مع هندرسون عاملين شكل رائع جدا انا اعتقد هو وده دليل او يعني ممكن نقول يعني بعض التكاهنات او الافكار ان اختياره لتشكيلة تقريبا يعني رايح بشكل كبير ليه طريقة 4-3-3 يعني استبعاد افشا استبعاد محمد شريف بيديك الفكر ان هو 4-3-3 عايز يلعب على الارضيات عايز يلعب على يعني بمع هيدرز مع برضو مهاجمين اقوياء انا شايف ان مستر كيروش عنده هنا ميزة حلوة جدا ان اللاعبين المحترفين في افضل حالتهم على رسول محمد صلاح يعني تكلمنا كتير جدا عن محمد صلاح عندنا عمر مرموش عمر مرموش دلوقتي يعني معلومة مهمة جدا يعني ان هو بينافس على افضل لاعب شاب في البوندسليجا في الاسبوع الاخير ده يعني وهو كان صاحب هدف الفوز على امام هوفن على فكرة كان عندي يعني كنت بكلمه ويمكن الاسبوع اللي فات عمر من المانيا سبورت طبعا ليه وبشوف احواله ايه هو يعني كان متفائل جدا جدا بالفترة اللي جاية وكان بيقول لي اتمنى ان انا يكون موجود في منتخب مصر وعمر على المستوى على المستوى البروفيشنال لعيب انا انت عارف طبعا الدوري الالماني هو ملتزم جدا جدا وكمان حابب يعني ما كلمته عنده اصرار ان ان شاء الله لما ييجي منتخب مصر هيعمل حاجة كويسة قوي ده مهم جدا وكان نفسه يقول يعني انا قلت له انا عارف ان انت يمكن المفروض من فترة طويلة يمكن كنا بالنادي يمكن كابتن حسام البدري او الجهاز الفني يبص على محترفين اللي بقى ببرة فهو عنده عنده شغب قوي جدا لعيب على المستوى الفني لعيب كويس جدا وكلمته بقى كمان في طريقة اللعب هو قال لي يمكن كان في فولسبور كان طريقة اللعب مختلفة شوية عن شتوتجورد لكن هو بيجيد كراس حربة تارجت راس حربة وبيجيد كمان جناح جناح وده مهم جدا يعني ممكن جدا كيروش عنده عنده يعني عنده الابشن ان يشوف عمر في كذا ويجربه لو ان شاء الله نتيجة تسمح اكيد بكل تأكيد فعلا عمر يمتلك قدرات فعلا خاصة الهدف التحول اللي احرازه عمر مرموش امام هوفنهايم في الدور الالماني زي ما قلنا بيلعب كسترايكر بشكل ناجح جدا وبيهدف وعنده يعني القابلية لترجمة الفرص لاهداف بلعق تقدر تعتمد عليه كزي ما قلنا الجناح ايصر يعني قد يكون ايضا وبديل اللي عايز يبدأ بيه كيروش بيه اللعب بأربعة تلاتة تلاتة طب يعني وجهة نظرك التشكيلة كده من وجهة نظرك ممكن نبدأ ازاي او كيروش ممكن يبدأ المباراة ازاي بكرة بأربعة تلاتة تلاتة ممكن نقول الشناوي طبعا اتمنى ان هو يبدأ يعني سمعنا يعني كلام كثير عن اصابته ولكن هو كيروش قال ما كانتش اصابة كان كادما خفيفة وان شاء الله يعني يكون متواجد يعني اشناوي امامه طبعا ما فيش كلام الونش وحجازي زي ما اتكلمنا عن المحترفين حجازي بيقدم ادوار ويعني في الكامل ليقتوا ومرنتوا مع الاتحاد السعودي ويراجع بقوة الونش وحجازي طبعا انا شايف ان بكرة هلازم نلعب بطريقة هجومية فبالتالي لو انا اتكلم ناحية اليمين اعتقد ان مستر كيروش يبدأ باحمد فتحي وده السبب ان هو استدعى احمد فتحي اللي يكون مكمل مع محمد صلاح في الجناح اليمين ومن ناحية الشمال طبعا فتوح يعني هو فتوح شواء عنده الجانب على حساب ايمن اشرف على حساب ايمن اشرف ممكن اعتقد ان ايمن اشرف قد يكون هو الاساسي في مبارات مبارات ليبيا في ليبيا لان ايمن اشرف يعني يميل اكتر للدفاع هو قوي جدا يعني من وجه نظر مقارنة بفتوح هو الاقوى في حيث الدفاع ولكن الفرق هو فتوح في التكملة وفي اللام الجزء الهجومي الجزء الهجومي بشكل افضل طبعا في وسط الملعب اعتقد السلية بكل تأكيد يعني لو اعتمد عليه وده له الفرصة كاملة فهو السلية ممكن يحط انني في ارتكاز مع السلية امامهم طبعا زي ما تكلمنا محمد صلاح في الجناح ايمن نفس طريقة ليبر بول على الجانب ايساكا جناح حسنا ممكن يبدأ برمضان صبحي ومصطفى محمد في الهجوم يعني اعتقد يعني ناقص واحد ناقص واحد يعني انا اتمنى اتمنى ان هو يعني يشارك عمر مرموش انت اللوقتي احنا الاربعة الدفاع خلاص احنا متكلم احمد فتحي حجازي الوينش وفتوح متكلم على وسط الملعب لو اربعة ثلاثة ثلاثة لازم يكون عندنا ثلاثة في وسط الملعب تفتكر هنلعب يعني الطبيعي لو بنلعب اربعة ثلاثة ثلاثة حتى على طريقة ليبر بول يبقى عندك راس مسلس يبقى طريق حامد طريق حامد ممكن يكون نني او السلية او السلية يعني يكون او السلية ولا نني والسلية لو نني والسلية يبقى عبدالله مش موجود عبدالله سعيد مش موجود يبقى عندنا طريق حامد اعتقد ده الارتجاز الوحيد موجود. يبقى عندنا اختيارات ما بين ان يكون طريق حامد قدامه اتنين. يا قدامه النني وعمر السلية. يا قدامه النني وعبدالله سعيد يا عمر السلية وعبدالله سعيد. يعني هو التلاتة ممتازين جدا. التلات اختيارات يعني اعتقد حيكون لهم مكانة كويسة ودافعة كويسة. انا اعتقد اعتقد ممكن يكون النني مع عمر السلية وامام عبدالله سعيد. يعني بستبعد طريق حامد اه يعني انت بتسبب النني كرقم ستة كرقم ستة بالزبط ويبقى تمانية وعشرة هما عبدالله سعيد وعمر السلية بالزبط فده اعتقادي طبعا مع محمد صلاح او رمضان صبحي وفي الهجوم مصطفى محمد تمام اعتقد تشكيلة مناسبة يا زما بنقول دايما الناس كان بتتكلم هو وده سؤال بيترح من زمان على فكرة يعني يقول لك هو محمد صلاح بيقدم على ليفر بول بشكل اكتر من رأي طب مع المنتخب تاني بنكرر وبنقول عوامل كتيرة جدا جدا بتتوقف على اداء اللاعب احنا زي ما بقولك هو محمد صلاح ما بلعبش تينيس او ما بلعبش سكواش عشان تحكم عليه يعني دي مش لعبة فردية لعبة كرت القدم لعبة جماعية وبالتالي لازم يكون كل المنظومة مش هقول ان احنا بنعمل منظومة عشان تخدم على محمد صلاح لكن نعمل منظومة يقدر محمد صلاح يطلع قدراته اللي جزء كبير بنشوفها مع ليفر بول طريقة اللاعب ده واضح جدا انها بتساعد محمد صلاح يعني يبقى داخل جوه مش مش اربعة اربعة اتنين تلاتة واحد بيبقى متطرف شوية على الطرف وعنده واجبات دفاعية اكتر شوية لكن اربعة تلاتة تلاتة قريب من التمنتاشر وعلى فكرة محمد صلاح من الداتا اللي جمناها من اكتر اللاعبة اللي احرزت اهداف من داخل التمنتاشر وهو كمان جناح يعني محمد صلاح احرز اهداف كتيرة جدا وهو لاعب جوة التمنتاشر اه من برا التمنتاشر لكن معظم اهدافه من جوة التمنتاشر وبالتالي اعتقد اربعة تلاتة تلاتة الانسب لمنتخب مصر ككامل وطبعا لمحمد صلاح بشكل خاص بالضبط في وجود الاسكواد بنفس التشكيلة دي هي يعني قد تكون مقنعة بشكل كبير جدا لتحقيق التارجة والهدف من اربعة تلاتة طب المنتخب الليبي المنتخب الليبي طريقة لعبه ازاي هل المنتخب الليبي هيبقى يعتمد بشكل كبير على زون ديفينس اعتمادا على على الكونتر اتاك معتمد على كورة سابتة تتوقع هل هفي مفاجآت في المنتخب الليبي انه يلعب ضغط من قدام ولا هيتحفز في نص الملعب ويعتمد بشكل كبير على الهجمة المرتدة او احد الكورات السابتة يعني يعني انا اعتقد انه هو هيبدأ متحفز شوية في بداية اللقاء ممكن يلعب بشكل دفاعي يلعب على الكونتر اتاك انا شايف ان هو يعني حيلعب عنده بعض اللعبين المميزين يا كابتن هاني برضو عنده سبع محترفين حمودي اللي هوني ده لاعب طرابي لاعب كويس اول لاعب كوي جدا اكرم يعني توفيق يعني اعتقد احمد فتحي ان شاء الله هو طبعا هو هو الوان جشمال يعني ناحية احمد فتحي او احمد فاعتقد ان هما هيقدروا يقفوه بشكل كبير هو لعب مهم لتشكيلة المنتخب الليبي انا اعتقد حيعمل التكتل الدفاعي ويلعب على الكونتر اتاك بشكل كبير معاهم مدرب كوي جدا يعني خفير كلمتي المدرب رائع كان معاهم يعني في حجبة قديمة من 2013 ل 2016 وصحبهم ورجع تاني حق معاهم اهم بطولة واول بطولة للمنتخب الليبي كانت بطولة امم افريقيا المحليين اعتقد كانت 2014 عامل تشكيلة عامل توليفة كويسة جدا ظهر بشكل كويس في المباراتين الاوليين طبعا زي ما شوفنا والعلامة الكاملة فريق ليبيا فريق مسهل فريق قوي لازم ناخد في كل الاعتبارات ان هو عنده لعبين ممكن تخلص صحيح وعنده كمان يعني المنتخب الليبي كمان زي ما احنا بنقول منتخب حق العلامة الكاملة الضغوط الطبيعية هي على منتخبنا لكن احنا واسقون جدا جدا من ان شاء الله فرقيتنا بكرة تقدم مباراة قوية على الجانب البدني على الجانب الفني وكمان على مستوى النتيجة امام فريق يحترم بشكل كبير وهو المنتخب الليبي نطلع لفاصل ونتواصل في المحترف